المكتب التميذي لحزب المستقبل يقول إن التصريحات الصادرة عام البربص لا تعبر عن الموقف الرسمي للحزب السفير الفرنسي بنواكشوط يقول إن فرنسا ترحب بمبادرة الحوار في موليتانيا وإن المواقف والقرارات تعودان للشعب والأحزاب الموليتانية المركز الموليتاني للبحوث والدراسات الإنسانية يناقش في ندوة بنواكشوط دراسة للكاتب بيربونت حول ماضي غرب الصحراء أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة قال المكتب التميذي لحزب المستقبل في بيان صادر عنه إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محمد البربص لا تعبر إلا عن رأيه ولا تعتبر موقفا رسميا صادرا عن الحزب وأكد المكتب التميذي للمستقبل أن الحزب لا يزال معارضا وينشط داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وكان البربص قد قال في تصريح له قبل أيام إن حزب المستقبل يمد ليدا للحوار منذ سنة وإنه سيدخل الحوار على أساس مشروعه الذي يتبناه وفي حال لم يطبق النظام فإنه مخرجات الحوار فإنه كان وسيظل حزبا معارضا التقى السفير الفرنسي بنواكشوط جويل مير رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتان ياسيد محمد المحم في المقر المركزي للحزب بنواكشوط وقال السفير الفرنسي في تصريح أدلى به على هامش زيارة إن غرنسا ترحب بمبادرة الحوار السياسي في موريتانيا وتدعمها لكن الشعب والأحزاب السياسية الموريتانية هي التي يرجع إليها قرار المشاركة في الحوار أو مقاطعة تحدثنا خلال هذا اللقاء عن الأوضاع السياسية في موريتانيا وفرنسا وعن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة فيما يخص موضوع الحوار السياسي استمعت إلى موقف الرئيس منه فاللقاء يدخل ضمن سرسلة لقاءات مع أطراف المشهد السياسي في الموالات والمعارضة وكذا النقابات ومنظمات المجتمع المدني إن فرنسا ترحب بمبادرة الحوار ويهمها أن تشارك في ذلك مختلف القوى والأطراف لكن القرار في النهاية يعود إلى الشعب الموريتاني وإلى الطبقة السياسية فهي التي تقرر ما إذا كانت ستشارك في الحوار أم لا ركز خطاب رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في موريتانيا خلال افتتاح الدورات العادية الأولى للسنة البرمانية 2015-2016 ركز على دعوة مختلف فرقاء المشهد السياسي في البلد إلى المشاركة في الحوار السياسي من أجل الإسهام في رسم السياسات المستقبلية للبلاد تفاصيل أوفا ضمن هذا التقرير الحوار السياسي في موريتانيا كان الموضوع الأبرز الذي يطقى على خطاب رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لسنة البرمانية 2015-2016 فرئيس الجمعية الوطنية قال إن مشاركة أغلب النواب في جلسات الحوار تمهيدية الأخيرة تعتبر تثمينا ودعما لتوجهات الرئيس الموريتاني الداعية للحوار شارك غالبية نوابنا في اللقاء التشاوري الذي نظمته الحكومة تمهيدا للحوار الوطني المرتقد بين الأغلبية والمعارضة تزمينا ودعما لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز الذي ما فتع يدعو للحوار برحابة صدر وصدق عزيمة فيما دعى رئيس مجلس الشوخ الموريتاني محمد الحسن الحاج مختلف مكونات الطيف السياسي إلى المشاركة في حوار شامل يفضي إلى حل توفقي لما سماها المسائل الخلافية ويمهد للمشاركة في تصور ووضع السياسات المستقبلية للبلاد أجدد النداء المخلصة إلى كافة مكونات الطيف السياسي الوطني من أجل التوجه نحو حوار شامل يفضي إلى حل توافقي للمسائل الخلافية وبالتالي يمهد الطريق أمام مشاركة الجميع في تصور ووضع السياسات المستقبلية للبلاد خارج قبة البرلمان والدعوات الصادرة عنها يبدو أن ملف الحوار في موريتانيا لا يزال يراوح مكانه فالقطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لم يحسن بعد في الموقف النهائي من دعوة لمين العام لرئاسة الموريتانية لاستناف لقاءات بين الطرفين فيما تقول كتلة أحزاب المعاهدة من أجل الوحدة واتناوب السلمي والمسعى المدني المستقلي من أجل الحوار إنهما يواصلان وساطتهما في سبيل مشاركة مختلف الأطراف في حوار وطني شامل نظمت وزارة العدلي بنواكشوت مستقع حول مدونة التجارة الموريتانية شارك فيه عدد من الخبراء والفنيين العاملين بالوزارة ويسعى المستقع إلى شرح مضامين المدونة التي تم وضعها عام 2000 والتعديلات التي طرأت عليها مؤخرا من أجل تطويرها باعتبارها مصدر تنظيم العمل التجاري في البلد تعتبر مدونة التجارة المصدر الرئيسي الذي ينظم التجارة في موريتانيا وقد صدرت بموجب القانون رقم 05000 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 وتنقسم المدونة التجارية إلى ستة كتب هي التجارة بوجه عام والشركات التجارية والتجمعات لاتنفع الاقتصادي والأوراق التجارية والعقود التجارية وحرية الأسعار والمنافسة وصعوبات المؤسسة وتبحث هذه الكتب الستة في القواعد العامة للتجارة والأحكام التي تخضع لها الشركات التجارية بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية وهي محررات مكتوبة وموضوعها أداء مبلغ من النقود يستحق الوفاء به في معاد معين كما تنظم المدونة التجارية العمل التجاري الذي تدور حوله قواعد القانون التجاري وكذا الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين يتخذون التجارة مهنة له ناقش باحثون وأساتذة جامعيون في ندوة بن واكشوت كتاب روايات الأصول مستهمة في دراسة ماضي غرب الصحراء لمؤلفه بيربونت وقد ترجم الكتاب الأستاذ الجامعي والناقض الموليتاني الدكتور محمد البوعليبة الندوة منظمة من طرف المركز الموليتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مبدأ إن التداخل بين التاريخ وعلم الاجتماعي والانتربولوجيا سنجده حاضرا من خلال الكتاب الذي بين أيدينا وهو ما جعلنا في المركز الموليتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مبدأ نتطلع لتقديمه لكم من خلال قراءات نقدية وتقييمي له من طرف نخبة من أساتذة الجامعة جعلوا من هذا الميدان هما ومشغلا معرفيا لهم ولهم الشكر جزيل على تقبل الدعوة الكريمة السادة الباحث إن الكتابة التاريخية كتابة في اللازمان كما يقول ريمون أرون وإنما الغاية منها الوقوف على تفاصيل الصيرورة ورسل معالم التطور على تنوعها وتداخلها وتناسبها وهناك أشكال مختلفة لكتابة التاريخ منها التاريخ الأصلي أو الأساسي وتحتاج هذه الطريقة إلى وعي فوري أو عفوية وموضوعية وتعرف هذه الطريقة بوصف التاريخ المعاش فتسجل أحداثها من خلال شهود مباشرين ويعيشون في العصر أو الحقبة التي حصلت فيها تلك الأحداث مترجم الدراسة قال إن هدفه كان التعرف على المناطق التي ركزت عليها الدراسة والتي لم تكن متوفرة عنها أي دراسة أو بحث علمي كان هاجسنا من خلال المشروع خاصة بونت هو التعرف أكثر على مناطق الشرق من تقانت باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي الموريتاني والحوق لأن موضوع تلك المناطق غائب في الدراسات الأكاديمية والتعرف على تاريخ التشكيلات السياسية هناك ذلك أن بحوذة بيير تركزت بالأساس خلال الأربعين سنة على المناطق الشمالية وخاصة أدرار وقد سمح له هذا المشروع البحثي بالتنقل في مناطقها من غرب الصحراء لم يزورها واكتساب معلومات جديدة حول بعض المسائل التي كان يحس بنقص في المعلومات حولها وهو نقص كثيرا ما اعترف به تواضعا منه في هذا الكتاب وفي غيره كانت فترة المشروع مهمة لبيير بيصفها أنتربولوجيا إذ عمل خلالها على زيادة تجريب تجربته الميدانية تلك التجربة الميدانية التي تعطي للعمل الأنتربولوجي معنا نمثل وزير الداخلية والمركزية أحمد العبدالله موريتانيا في قمة دولية حول الهجرة منظمة بدولة مالطا هذا ويشارك في القمة عدد من مزراء الداخلية في بعض البلدان العربية والغربية وتأتي هذه القمة بعد شهر من احتضان الماكشوت ملتقا يبحث موضوع الهجرة في غرب القارة الأفريقية نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير بات موضوع الهجرة يذير قلق السكان القارة الإفريقية والعديد من البلدان الغربية خصوصا المستقبل منها لأفواج المهاجرين فبعد مرور أربعة أسابيع على الملتقى الإقليمي الذي احتضنته العاصمة نواكشوت حول الهجرة في غرب القارة تحتضن دولة مالطا قمة عالمية تناقش ذات الموضوع وزير الداخلية والأمركزية أحمد العبدالله يشارك في القمة ممثلا عن موريتانيا التي قال إن لديها استراتيجية ناجعة لمجابهة ظاهرة الهجرة التي أضحت تؤرق بلدان القارة فالهجرة من ضمن قائمة التحديات التي تواجه العديد من دول القارة الإفريقية إلى جانب تحديات أمنية أخرى كالإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وتلك مجتمعة تعتبر تحديات مشتركة بين إفريقيا والعديد من البلدان الأخرى وتعتبر القارة الأوروبية الوجهة المفضلة لدى العديد من شباب القارة الباحث عن بديل عن سوء الأحوال جراء ذالذ الفقر والمرض والأمية الذي بات منتشرا بكثرة لكن وسائل البحث لا تعتبر سالكة في أغلب الأحيان حيث يلجأ معظم المهاجرين إلى امتطاء قوارب كثيرا ما تودي بحياة العديد منهم وتكشف بعض الأرقام عن أن أكثر من 21 ألف مهاجر من غرب القارة عبروا المتوسط نحو أوروبا شهر يناير الماضي وغد غرق أكثر من 1700 منهم وباتت بذلك الهجرة موضوع اهتمام الخبراء والباحثين الأفارقة والغربيين لكنهم يؤكدون على ارتباط القضاء عليها بتطوير الوضع التنموي في البلدان المصدرة لها وخلق فرص عمل تسهم في استقرارهم ببلدانهم احتج عدد من العاملين بدكاكين أمل أمام الوزارة الأولى في نواكشوت مطالبين بإنصافهم ويقول المحتجون إن العقود والرواتب والعلاوات إضافة إلى الضمان الصحي تعتبر أبرز المطالب لديهم هذا ويحتج مسير دكاكين أمل خلال الأشهر الأخيرة من حين لآخر أمام عدد من الوزارات الحكومية لكنها لم تصغي بعد لمطالبهم وفق ما يقول المحتجون إلى هنا مشاهدين الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها المكتب التنفيذي لحزب المستقبل يقول إن التصريحات الصادرة عن البربوسلا تعبر عن الموقف الرسمي للحزب السفير الفرنسي بنوانكشوت يقول إن فرنسا ترحب بمبادرة الحوار في موريتانيا وإن الموقف والقرار يعودان للشعب والأحزاب السياسية المركز الموريتاني للبحث والدراسات الإنسانية مبدأ يناقش في ندوة بنوانكشوت دراسة للكاتب بيير بونت حول ماضي غرب الصحراء يمكنكم مشاهدين الكرام تابعت هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثانية موجز إخباري بحول الله ضمط في أمل الله